بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء اهلا ومرحبا بكم في شابتر 2 بارت ناين كومبيوتزا ستيفنس اي اي في الجزء دوت عايزين نتكلم على ازاي حنحسب الستيفنس اللي هي حاصل ضرب المودلس الفلسطيستي اللي احنا حسبناها من المعادلة والاي جروس اللي هي بي اتش تكعيب ودي حسبناها برضو في الجزء اللي فات فبنقول الاي اي هي عبارة عن اربعة من عشرة مضروبة في اي سي المودلس الفلسطيستي بتاع الخرصانة في الاي جي وبنتكلم على الجروس مومنت اوف انيرشيا على واحد بلاس بيتا في دي القيم دي كلها حسبناها من الجزء اللي فات اللي هو المودلس الفلسطيستي والاي جروس يطلع عندنا الكلام دوت هو قيمة الستيفنس وطبعا احنا عارفين تعريف الستيفنس اللي هي مقاومة المادة ان يحصل ديفورميشن يعني كل ما قيمة الستيفنس عندي بتزيد الديفورميشن اللي بتحصل قيمتها بتقل طيب عايزين نحسب بعد كده الكريتكال لود او الباكلينج لود اللي بنسميه بي كريتكال طب ده بيسوي ايه البي كريتكال بيسوي باي سكوير في اي اي على كي اليو الكل سكوير اي اي اللي هي مع بعض كده الاتنين دول اسموهم الستيفنس يبقى باي سكوير في الستيفنس اللي حسبناها من الخطوة السابقة وكي اللي احنا حسبناها اللي هي الكي مينيمم في ال اللي هي خمسة وعشرين فيت بس ما ننساش ان احنا لازم نعوض بالانش فبنحول الفيت ونضرب فيه اتناشر انش حسبنا البي كريتكال طلع اللود ده اللي هو الباكلينج لود